اشتركوا في القناة اهلا سلام عليكم اصعدتنا وشرفتنا انا بس اصعدتنا مشاهدين الكرام لا انسى تهنئة ابناء الشرطة بعيدهم اعجباني ما قام به حزب فرسان مصر قيادة لواء عبدالرافع درويش رئيس الحزب لواء عسامة نجم مساعد رئيس الحزب عميد طيار جوي محمد السني الامين العام للحزب الاستاذ احمد العربي المسشار احمد القاضي الاستاذ هاريم شبل امينة المرأة الاستاذ مهاب محمد امين الشباب بجولة قاموا بها داخل محافظات الصعيد حتى كانت المحطة الاخيرة عمس لهم في محافظة الفيوم تحديدا في نادي محافظة الفيوم ويمكن الاعداد يبين لنا على الشاشة الان تلك الصور تكريم ابناء الشرطة المصرية في عيدهم اول شيء لابد ان اتكلم عنه ان الدولة والامن الان استطيع ان اقول انها على مسافة متساوية من كل الاحزاب وهذا مراد حقيقة الشيء الجميل الثاني ان كل الاحزاب المتصالحة مع نفسها طرها في هذه المواقف بجوار الاحزاب الاخرى فاصبح عندنا فكرة ان في تفهم عند السياسيين وعند الاحزاب الان تقبلوا الاخر وهذا شيء جديد عندنا في مصر كان الاول الحزب الواحد امس تم تكريم نخبة من ابناء الشرطة اعرف معظمهم عن قرب سيادة اللواء احمد عبدالتواب عبدالجليل رئيس امن الدولة سابقا بمحافظة الفيوم وعضو البرلمان الذي توفاه الله سبحانه وتعالى واسأل الله ان ارحمه وهو في عضوياته للبرلمان تسلم نيابة عنه ولده المستشار مصطفى سيادة اللواء احمد عبدالتواب معروف لدى الفيوم كلها بخدماته المعروفة ايضا تم تكريم اخي وصديقي وافضل من انجبت الشرطة العميد حسين حربي واذا تكلمت عنه لا بد ان يقول الجميع عنه رحمة الله عليه ونعمة الرجال تسلم ولده ايضا بكلية الشرطة درع التكريم للشهيد حسين حربي العميد بمركز كان مأمورا مركز سنورس ايضا الرائد محمد عبدالفتاح ومعروف عند الجميع انه صاحب خلق الجميل كل من تم تكريمهم امس تقريبا لم نسمع عنهم اي شيء صح كل انسان كله بني ادم خطاء لكن هؤلاء اللي هو احمد عبدالفتواب العميد حسين حربي الرائد محمد عبدالفتاح العميد خالد محمد عفيفي المقدم محمد ممدوح شفاه الله سبحانه وتعالى قريبا الامين جمال عيسى نعاس الامين خالد ابراهيم محمود المساعد السري عادل عبدالجيد سيد ابعت ايضا تهنئة للسيد مدير امن الفيوم والحقمدار وامن الفيوم على تأمينهم امس حيث كان اكثر تقريبا خمس وزراء على ارض محافظة الفيوم اكثر من احتفالية والتأمين كان ما اجمله وما اروعه لا انسى ان اتوجه بالشكر الى ابناء محافظة الفيوم من حزب فرسان مصر مهندس حافظ احمد مسئول شمال الصعيد والسيد ايمن طلبة والدكتورة عبدالكريم والستاذ وليد رمضان ومناء مساعدين والستاذ محمد نظر والدكتورة هناء والمهندس عريضة والدكتورة شعيماء ومحمود الشريف والستاذ سيد هارون والستاذ ايمن ناجاتي الاستاذ عصان زينهم طبعا القيادة والقدوة لاخي وحبيبي الحج خلف عصمان واخي وحبيبي ابن الاصول الحج سيد بطران السفحة ماذا في الدعاية والاعلان مش عايز انسى اي حد الجميع قدم عليه وزيادة بجد مش كده وبس بشكر كل الاحزاب اللي شاركت امس احزاب متصالحة مع نفسها بجد احزاب عارفة يعني اين المشاركة يعني اين التكابل شايفين الصور حضراتكم كان شيء جميل فرحة احتفالا بعيد الشرطة المصرية وتكريم الشهداء في نادي محافظة الف يوم شكرا لادارة النادي شكرا على ما كل من سهل هذا الم ثم كان محطة ثانية الحزب فرسان مصر افتح اماناته في مركز اصطا الشكر موصول لاهل مركز اصطا الكرام السيد احمد عبدالله امين الوحدة الحزبية بمركز اصطا ويمكن برضو الشباب يجلبوننا الصور على الشاشة الان ايضا النائب المخضر النائب السابق الذي كان في استقبالنا النائب المليجي وهو معروف عند اهل اصطا بمكانته السياسية المعروفة ثم ان اهل اصطا الكرام وكان بامانة بجد حاجة تفرح شيء جميل النجاح وجني السمار شيء يسعد الجميع انا بتوجه بالشكر لكل انسان ذكرت اسمه او حتى نسيت اسمه لكن يعلم الله ان الانسان بيبسعيد جدا جدا لما لقى تجمع فيه محبة فيه اخلاص فيه السعادة ان شاء الله القادم افضل بشكر كل انسان حضر هذا الحف كل انسان ساعد في هذا الحف كل انسان فكر نو يكرم الشهداء كل انسان تكلم بكلمة طيبة عن الشرطة المصرية وكما اوضحنا في لقائنا الماضي ان احتفال 25 يناير لم يكن حديث عهد بمصر ولم يكن في 2011 فقط لكن بدايته كانت في 25 يناير 1952 حينما اراد ارادت بريطانيا ان تحتل محافظة الاسماعيلية وان يسلم ابناء الشرطة المصرية سلاحهم الذين يعملون في حفظ امن مبنى محافظة الاسماعيلية لكن البواسل الشرطة المصرية رفضوا فقتل خمسين وقرح ثمانين ومنذ هذا الحين ومصر تحتفل بعيد الثورة التي قام بها الشعب المصري بما قدمه بداية الشرطة المصرية فكان حقا علينا ان نحتفل ب25 يناير عيدا للشرطة المصرية شكرا للجميع شكرا محمد تمام على ادبه واحترامه وامس لم يتقدم حتى بتقديم الحفظ وكان اثار السزر مضار ربيع الناشط الحقوقي بتقديم الحفظ شيء اعجبني كل انسان شارك شكرا لكم جميعا مشاهدنا الكرام لقاؤنا اليوم تحت عنوان كيف تكن قياديا اكيد كل انسان عايزين نجح بس النجاح له مقاومات النجاح له اهداف النجاح بنسمع عنه قيادة اذا اردنا ان نعرف ما هي القيادة لابد وان نسأل اهل التخصص ربنا سبحانه وتعالى قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ارى ان خير من يمثلني في هذا الكلام وافضل مني ويجيد فيه معالي الدكتور فارس عمران الذي اريد ان اعرف منه الان ما هو مفهوم القيادة شكرا صديق العزيزة دكتور رمضان على هذه التنظيمة الجميلة وانا انتهز هذه الفرصة ايضا لأقدم التهاني اه والدعاء اه بكامل الامن والامان لاخواننا وزملائنا اه افراد الشرطة وضباط الشرطة وقيادات الشرطة كلهم في مواقعي واعتمنى لهم اه الامن والامان الكامل وان يتمكنوا من توفير الامن والامان لكل افراد الشعب المصري الحقيقة دكتور رمضان واحنا نسمع عن القائد ونسمع عن المدير تمام لكن خليني اختصر الكلام اقول عفوا مني في فرق بين القائد والمدير اكيد تمام يعني يكفي ان انا اقولي سيادتك ان كل قائد يصلح ان يكون مديرا كل قائدا يصلح ان يكون مديرا اه ولكن ليس بالضرورة ان يكون كل مدير قائدا تمام فالقيادة مستوى اعلى اه الادارة تعودنا انها القدرة على توجيه التعليمات والاوامر ومتابعة القوانين واللوائح والقواعد المطبقة في الدائرة التي يحكمها تمام لكن القيادة شيء اخر القيادة مستوى اعلى وخلينا اقول ان القائد ليس قاصرا فقط على اه المستوى العملي او مستوى العملي تمام اه الحديث النبوي قال كلكم رائعا وكلكم مسؤولا عن رعاية صلى الله عليه وسلم ممكن نتكلم عن القائد في الوحدة الصغيرة الاسرة البيت اه ممكن نتكلم عن القائد في كرية أو العائلة تمام ممكن نتكلم عن القائد في مركز أو قسم شرطة تمام ممكن نتكلم عن القائد في محافظة ممكن نتكلم عن القائد في دولة ممكن نتكلم عن القائد في موقع إقليمي دولي أو في العالم تمام طيب هو أنا عشان أبقى قائد أنا محتاجين أولا أنا محتاج مقومات معينة في شخصيتي أنا يعني ممكن هنا يعني كيف تكون قائد أي إنسان عايز يكون قائد هيسمح حذك بدواء لكن مش كل اللي عاوز يبقى قائد لازم يبقى قائد إزاي؟ ليه لأنه هو أنا بحطي سؤال مسألة كيف تكون قائد تمام في ضوابط يفترض أن تتوافق في الشخص وفي ضوابط أخرى يفترض أن تتوافق في البيئة اللي فيها الشخص وفي ضوابط تالتة تتعلق بالأهداف اللي يستهدفها الشخص ضوابط في الشخص ضوابط في البيئة أيوة وضوابط في الأهداف البيئة والأهداف يعني عندي تلتة ضوابط حتى تكون قائدا نجاح وتلتة أوعية لضوابط يعني الشخصية دي هتبقى فيها ضوابط زي؟ أخدهم حاجة حاجة أول يعني أول حاجة الإيصار يعني يمكن الكلمة غريبة شوية القائد ليست مهمته أن يصدر التعليمات وتنفذ ولكن لابد أن يعطي أكثر مما يأخذ تمام بمعنى أن يحتوي المقود وأنا هنا ما بقولش المرؤوس لأن ليس بالضرورة أن يكون القائد رئيس من الممكن أن يكون المرؤوس قائد المرؤوس يكون قائد؟ آه لكن مش هو مش مدير تمام وقد بان سيادتك تمام ودي الفرق هنا إن أنا عندي المدير هو رئيس لمرؤوسي تمام وهو مرؤوس من رؤسائه تمام لكن القائد من الممكن أن يكون مرؤوس وكفى ليه؟ هو بشخصيته لأن القيادة ليست بالضرورة الإدارة القيادة هي أولا القدرة على احتواء مجموعة من الأفراد تمام وتوجيههم الوجهة الصحيحة من ذاتهم وليس خوفاً من المعاقبة أو الجزاء وده المشكلة اللي بيقع فيها المدراء طب عشان أسجل بس مع حداك الضوابط اللي هي في الشخص الإيثار الإيثار تمام الاحتواء الاحتواء احتوال لهم من معي ثلاثة أن يكون لديه خبرة أو الكريزمة نفسها بتاع الشخصية قادرة على أن تكون التوجهات ليسك في شكل أوامر وإنما في شكل علاقات متبادلة في الإسلوب أيوة أنا هسمح كلامك يا دكتور رمضان ليس خوفاً منك أو من العقاب وإنما لأنك حببتني فإن أنا أبقى كده طريق توصيل المعلومة واخد بس يدتك آه آه فيها دحكة فيها دسانة يعني أنا إزاي هابقى قائد تمام وأنا أساساً مستحوظ على كل المزايا تمام واخد بس يدتك لكن أنا أبقى قائد وخليك تنقاض ورايا لما تحس إن أنا باخد أقلي منك مزايا وبحاول إن أنا أؤسرك على نفسي تمام واخد بقى الحركة إزاي تمام دي الرقم واحد ومش همطول فعلة إن الموضوع كبير تمام الأمر الثاني اللي البيئة لا لا الاحتواء تمام الاحتواء إزاي إن أنا أشاركك كل وضعياتك تمام أنا مش هنفصل عن البيئة اللي إحنا فيها سواء في الأسرة أو في العمل لا أنا هشاركك أفراحك وأحزانك وكل مناسباتك بحيث إن أنت تحس أره وإحنا نورين منك الله يكرمك تمام وهتبس يدتك الاحتواء تمام إن أن يشعر المفوض أنه على صلة وطيجة وطيجة بالقائد تمام ودي جدا مهمة الأمر الآخر في الشخصية هي الخبرة ليس بالضرورة الخبرة دكتور رمضان العلم ولذلك دايماً وأبداً يا صديق العزيز أقول ربما القائد لا يجيد أكثر من أن يبصد تمام وهناك حمل الدكتوراه وسيادتك تعرف مش قادر يقود نفسه تمام فالخبرة هنا قد يكون أحد عناصرها العلم ولكن الخبرة مبنية على التجارب وغير بس يدتك تمام ولذلك أنا هقف هنا حاجة بسيطة جدا أنا موسيط الخبرة آه وهي إن إحنا ليه مفتقدين الخبرة من خلال الحوار لعب الأدوار دي مهمة جدا يعني أنا دايماً أنا يمكن من أهم الأعمال الخبرة في الحوار يامونكم مثلاً لا فضل الخبرة في الحوار ما كان ايه احترم الأراء أدب المناقشة أدب الخلاف أدب الحوار أحسن أحسن تمام أنا أقول السيطة يعني أنا يمكن من ضمن الأعمال اللي شغلاني جداً هو موضوع التدريب تمام والبعض يعتقد أن التدريب أن أنا أقعد ألقاً أبداً ويمكن السادة المشاهدين للدكتور فارس يعني له باع طويل في التدريب ليس داخل جمهورية مصر العربية فحس بل في معظم الدول وأنا أعرفه عن قرب يعني لا يتأخر بمعلومة ولا مساعدة أي أحد بنحف وأتمنى أن أي إنسان يكون له بصمة في حياته لأن العمر بتاعنا قصير إن شاء الله أي إنسان بيقدي عمل ربنا سبحانه وتعالى بيكزي خير مع حدك وعنصر الخبراء قطر خيراً دايماً وأبداً وأنا في التدريب بتاعي أعتمد نظام الورق شب ورش العمل ورش العمل أو التيم وارك فرق فرق العمل آه ورقباتياتك الزمان أنا بتكلم هنا هي أنا كمدير أنا أدوس على الزرار يا دكتور رمضان أعمل كذا يا فارس أعمل كذا يا فلانك تعليمات تعليمات قد تنفذ ولكن بدون انتماء ودي المقطة اللي هتكلم فيها بعد شوية إن أنا بنفذ أمور أنا أساساً مش رضاً عنها عشان الدكتور رمضان موجود هو اللي أعطاني الأمر عشان كده إما الدكتور رمضان يمشي أحسن أنه ماشي هو ما يدرش يخلق الانتماء عنده لأ أنا هنا لأ ليه أنا ما أعتمدش أسطوب ورش العمل وبلاش المرقصين المقودين بتوعي ليه ما خلهمش يلعبوا الأدوار أخليه يشتغل مكاني تمام أو يقعد مكاني أي مكان الموقع اللي أنا فيه ويحاورني بالنقط أو بتبديل الأدوار تمام تمام في اللحظة دي أنا كمان تمكنت مش بس أنا قائد لا ده أنا كمكنت أبني صف ورايا وهذا سيادتك إزاي يعني أنا لما خليه يلعب أدوار ويناعمل تيموارك أنا أثبت للجميع أن أنا قائد وكمان ببني قاعدة ورايا تمام وده اللي إحنا للأسف يا دكتور رمضان مفتقدين وبنسبة 99% للأسف إن إحنا يعني أنا بروحة محرط في أماكن هو عنوانهم كده القيادات لكن لما كيجي تناقش تناقش معاه آه تلاقيه إن هو لا 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 ده دكتاتور رقم واحد وكلمة دكتاتور تتنافى بشكل تام مع القائد لأن القائد ده هو أب تمام الدكتور رمضان عمره ما هيحتويني طول محاسس إنه هو ند لي طول محاسس إنه أنا هاخد مكانه تمام بالعكس ده أنا إزاي أكس عليه وهتبال سيادتك إزاي فدي دي أجزاء مما يتعلق بالشخصية تمام طيب أنتقل للوعاء التاني وهو البيئة احنا قلنا كيها الضوابط اللي هي الشخصية والتانية البيئية صحيح البيئة وهنا هسأل سؤال طب هو أنا لو عندي بزرة صالحة دكتور رمضان وضحف في بيئة غير صالحة هل هتم بت لا صح جده إذن ما يكفيش أن تتوافر الكريزمة أو العناصر المطلوبة في القائد في الشخصية ولكن لابد أن يكون البيئة اللي موجود فيها هذا الشخص تنمي لديه مهارات القيادة أو تشجعه على أن يكون تساعده على أن يحقق القيادة طيب إيه أول عناصر البيئة تمام أول عناصر البيئة هو أن تشعر الشخص أنه ابن هذه البيئة تمام إزاي بتنجح لنفسك بتنجح لكيانة بتنجح بالظبط تمام أنت نجاحك أول واحد أنت مستفيد منه ظبط لكن أنا عشان أنجح ونجاح ياخده آخر أو يسند لآخر لأ أنا لا أنجح ليه عشانك قال العلم قالك من بركة العلم اللي أنا ينسى بالعلم لأهلي صحيح تحسسه بالأريحية صحيح يؤدي أكتر مما يكون صحيح طيب يبقى إذن أنا محتاج أن اختيار القيادات نفسه يتم بشكل موضوعي نحسش بالغبن أنه أخده واحد وأنا لا هستحق بالظبط تمام يعني أنا عشان قالقى البيئة الصالحة يبقى لازم أنت يكون عندها معايير فعلا للقياديين تمام وغير بسياتك إزاي طيب إذا كان المعايير دي مفتقدة أو إذا كان البعض يلو يعناق الحقائق الله يكلم الله يبارك لكن تختصرت معايا كمان دكتور رمضان بجد يعني أنا هنا أنا أعلم أن الدكتور رمضان هو قيادي قوي وأنه مؤهل أنه يخلق كمان قياديين وراه ومع ذلك لأمور بين شخصانها لا نزوي الدكتور رمضان جانبا يبقى إذن أنا كدكتور رمضان أنا ما أعرفش أساسا أنا ما ينفعش أن أنا أخلق ورايا لأن أنا نفسي اضحضم حق لذلك دكتور فارس أنا بناشد سيد رئيس الجمهورية حدخليني إن شاء الله على استقاقات التخابية يريد كل الأحزاب ما تقدمش حد لا يستحق أنه يكون نائب يريد كل الوزراء لما يختاروا قادة ورؤساء أقسام يبعدوا الوسطة يريد أن أي حد يتوصى عليه يتم استبعاده مهما كان طالما توصى عليه بقى في حاجة خلط يعني أنا فعلا لما جاء تبقى الكلام له الدكتور فارس ده يبقى إذن البيئة عندنا غير صالحة ده عندنا كل واحد بيتخطى الآخرين وبيجيب واسطة وبيعارف يعني أنا وصلني خبر في المحليات ناس تتبوأ أماكن عالية خوية من جواها فبالتالي بيروح لطرق ملتوية بيتعامل مع ناس بعجرفة وبكبر ما هو الكرسي كبير عليه فهو بيتغلب عليه بالكبر بس يا دكتور فارس يعني حضرتك شايف ممكن عندنا في مصر العنصر ده نتغلب عليه لكن هسمع عجابة حضرتك بعد محمد ستصل من محافظة قناء السلام عليكم محمد السلام عليكم عليكم السلام محمد فضل حضرتك اسمحني جدي من الأول التحيات لحضرتك وأسرة قناة الصحة والجمال والزيد حضرتك للمشاهداتنا نهضى النور للستيديو تحتومك محمد فضل حبيب والله أنا أجبني البرنامج بصراحة ويعني شديني باشتياج أن أشارككو يعني في الرأي يعني ساعدتك مش رأي يعني برضو بصراحة كلام البشمال الأستاذ كلام جميل ساعدت المستشار وكلام محترم جدا بس في سفر هنا ساعدتك في القائد أول حاجة يكون عنده عاملية التواضع تمام في حس الإلسان اللي هو قعده المقادلي إنه هو ويحصل منه في شيء يا أول حاجة أنا حس أنا كراجل قائد أنا كراجل رب ده أو راجل مدير الشركة حس العامل ده إنه هو في حجمه أكبر مني في عمله تمام ما حسش إنه هو ضعيف إن أنا راجل في رتبقه مهما كان مكانتي إنه هو ده عامل ضعيف لا أو حطاه فيه التواضع إن الإنسان اللي جدامي في عمله إنه يعني في قوته وإنه بالعكس هو أحسن مني في العمل طيب اسم محمد أنا شاكر لإتصال حضرتكم بس برضو الدكتور فارس أجاب عجوزيه وقالي اللواء الاحتواء معي على الهواء أيضا الدكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي السلام عليك دكتور وعليكم السلام دكتور أهلا بيك أسعتنا وشرفتنا معادي الدكتور حديثنا اليوم مع الدكتور فارس عمران تحت عنوان كيف تكن قياديا تعليق حضرتك على هذا العنوان معادي الدكتور يعني طبعا ده كلام مهم يعني القيادة في حد ذاتها يعني علم وفن يعني يعني جزء كبير مرتبط بالتكوين الشخصية وجزء آخر مرتبط بالإعداد تمام يعني للقيادة الإعداد للقيادة مرتبط بجزء جبير منه مرتبط بالتنشئة الاجتماعية التنشئة عبر الأسرة عبر المدرسة والجامعة عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية المختلفة داخل المجتمع تمام ده بتلعب دور في عملية التنشئة وعملية يعني تكوين شخصية قيادية هذا إلى جانب أيضا يعني بعض سمات الشخصية الوراثية يعني أو المتوارثة هناك شخصيات بتبقى يعني أميا للقيادة يعني وده بيبقى نتيجة بعض العوامل الوراثية الموجودة بيكتسبة بيكتسبة من شخصية والده في البيت مثلا بيقلب ضابط بيقلب محسن طبيب يعني آه ده صحيح لكن لكن لما بنتكلم على يعني إزاي تنشأ أو تنشأ أشخاص على القيادة فده مرتبط بقى بالمساحة الممنوحة داخل الأسرة من حرية وديمقراطية وتفاعل ما بين الأسرة وأبنائها باعتبارها المؤسسة الأولى لعملية التنشأة الاجتماعية معالي الدكتور مع ذات المقاطعة الأسرة تعي بها الأسرة الصغيرة والأسرة القرية والأسرة المركز والأسرة الدولة أن يكون عنده بساعة حرية آه طبعا حتى وإحنا بنتكلم على فكرة التنشأة المؤسسة الأولى هي الأسرة يعني المعيشية يعني الأسرة التي ينشأ فيها الشخص بعد كده المؤسسات الأخرى اللي بتلعب دور معروفة يعني بتنشأ المدرسة ثم الجامعة وسائل الإعلام مؤسسات الدولة المختلفة ده كله بيلعب دور في الجو والمناخ العام اللي بيعيش فيه أو بينشأ فيه الشخص بيلعب دور في تشكيل هذه الشخصيات تمام وبالتالي سواء يعني المجتمعات الأكثر حرية وديموقراطية أكيد بتلعب دور في تشكيل شخصيات قيادية بشكل يعني أكبر من المجتمعات اللي فيها ديكتاتورية وفيها تضييق على الحريات وفيها يعني كابتل الحريات معالي دكتور محمد سيد أحمد أستاذ علم الاجتماع السياسي شكرا لحضرتك دكتور فارس محمد قبل الدكتور بيقول يعني التواضع عند القائد هو أنا ازاي ها احتويك دكتور رمضان وأنا مش متواضع لك يعني التواضع هي أحد الأسباب المؤدية إلى الاحتواء لأن طول ما أنا الاحتواء معلش احتوي متصلين اليوم أحبابك كتار معنا سيد عبدالعليم من الفيوم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازايك دكتور رمضان سيد عبدالعليم حبيبي أنا بحي حضرتك وبحي برنامجك المتميز تسلم حبيبي متحرمش منك الله يخليك والله احنا لنا شقوة بس كده صغيرة كده وقت لمشكلة الصرف الصحي للكرة المبللة بالنسبة لسرسنة وفرقص والسعادية تمام القرة دي احنا بيتوفر لها اعتمادات مالية وبناخد مواعيد وفي الآخر خالص ما بنوصلش النتيجة خالص نهائيا تواصلنا مع السادة المسؤولين ولحد دلوقتي ما فيش جديد احنا للأسف يعني احنا احنا عايزين مسؤول يطلع علينا يدينا موعد يدينا معايد كده وقت يقوله هيبدأ شغل فعلي في الصرف الصحي في الثلاث كرة المبللة دولا يدينا موعد بيه طيب شكر لحلقة يا سيد عبدالعليم خد الموعد انا سألت نفس السؤال ده للوقت كان حرب دكتور مهانس الشامدورة وقال لي سرسنة وفرص السعودية هيبدأ العمل فيهم بداية من واحد سبعة عشرين عشرين ان شاء الله واحد سبعة اللي جيدة على الثان اللي هو هشامدورة وكلام لي انا شخصيا مباشرة شوكاس عبدالعليم معنا دكتور يعني كنت نكلم اسم محمد بولي للاحتواء وحالك قلت من هو من التواضع يعني هو التواضع التواضع هو احد الاسباب او احد الطرق المؤدية الى الاحتواء لان كلما انا متواضع للقدامي انا بقدر احتوي تمام اه لكن خليني اكمل دكتور رمضان فيما تعلق بعناصر البيئة تمام وهي الحوار اللي هو الحريات لقل دكتور محمد اه يعني الحوار ده اه هناك الحوار السوري وهناك الحوار الفعلي الذي يحقق نفائجه تمام اه الحوار زي ما تفضل الدكتور محمد والحياة هو يعني اتكلم كلام محترم اه يبدأ من الاسرة الصغيرة لكن هو مستوى فكر الاسرة الصغيرة ايما هدي مشكلة بحد ذاتها تمام وهو مش كل الحوار داخل الاسرة هيقدي الى شخصية قيادية ولكن هو على الاقل ينبت النبتة الاولى والمدرسة كم على الحوار تمام المدرسة دي يعني انا يمكن موضوع المدرسة ده نركنه على جنب شوية لان احنا عمر التعليم بتاعنا بعتبر ان هو بيؤدي الى مزيد من فخدان السقاطة لكن خليني اخرج للعمل العام هل العمل العام فعلا بيتحلنا حوار يؤدي الى المساعدة في بناء الشخصية وتنميتها ولا برضو انا بطلع من ديكتاتور لديكتاتور وما الى ذلك فاحد العناصر التي تؤدي او تساعد على خلق الشخصية القيادية هي الحوار البناء مش النقد البناء الحوار البناء يعني حضرتك شايف ان العمل التطوعي ممكن ينتج شخصية طبعا طبعا يعني ما دي دعوة للشواني اشترك في مؤسسات تطوعية جمعيات خيرية احزاب سياسية منظمات معترب بيها القيادية دي دكتور رمضان هربطها بعد كده مع الاهداف لان للأسف في تجمعات موجودة لكن هي ايه اهدافها نشوفها بعد كده وكل مكان اللي بتحور معاه يعني عنده فكرة بنتيم اضافة يمكن حضرتك برضو اضيف حاجة كنا بتناقش كده يعني في شاب معنا مثلا الاستيس في حزب فرسان مصر الاستيس خالد الحنبولي الاستيس محمد دلة الاستيس دهاروه مثلا مدام عفيفة عبا التعليم وعدنا بتناقش فيه حاجة كانت المعلومة لما كل واحد اضاف حاجة ممكن تصل لستين وسبعين في المية وبيبقى الحوار عشان نعمل مؤتمر مثلا زي كده اخدنا اراء نبدأ ايه ننهي ايه الاراء لما عادنا مع بعض كانت عندي فكرة احسن من اللي عندي بس انا مقصدش الحوار على نفس المستوى انا اقصد حوار القيادي القيادي مع الاشخاص اللي هم تحت قيادته يعني الاب والام مع اولادهم تمام القائد مع المقودين تمام بشكل عام ليه لان انا هستفيد هنا ثلاث اهداف يا دكتور الهدف الاول ان علمت الولد جرئة الحديث تمام الهدف التاني ان انا بنقله خبرتي في النقاش الهدف التالت ان انا اسمع للافقار اللي ربما مش عندي افقار الشباب او الاولاد الصغيرين اللي هي ربما تكون هرمت عند الناس الكبيرة التلاث اهداف دول هيتحققوا انما انا فارس لما يقعد اصرات واحد زيه زيه النقاش نفسه ربما يكون مضيعة للوقت ما انا عاشي قادر الحاجة بس سياتك ده السيف ده شاب صغير مدام عفاف دي استاذة توجيه بالزبط اصرات الحمول راجل اعمال محمد دال راجل اعمال طيب الحاجة التالتة هو الحوار ده هينتج افقار تتنفذ والليه تتجمع في السلة ودي المشكلات كبيرة واخد بس سياتك يعني انا انا امكن ما ادعو ان شاء الله يوم الثلاث هحط محاضرة فوزاقة التعليم العالي في البحث العلمي تحديدا ودي مشكلتنا يا دكتور ان احنا دلوقتي عمال نعمل ابحاث انا اواخدها من زاوية الحوار مش ما بوجهش نقضينا دلوقتي لكن انا دلوقتي عمال اعمل ابحاث فيها افقار ارجع للحوار بس اخذ اسم مصطفى برسويف السلام عليكم اسم مصطفى طب عليكم عليكم السلام اسم مصطفى ازيك اسم مصطفى الحبيب الحمد لله بخير انا حضرتك بحضر خضرتك العمال حضرتك اللي بكلمتها دكتور تمام اهلان بحضرتك اه لا خليك عازة اعرف الدكتور بس في حاجة ما صحر القيادة صحر القيادة اه قلة الدكتور على خلام لا قلة حاجة ما صحر القيادة تمام وسمات القائد ايه يا صحمة القائد حضرتك تمام مش عازة اعرف منه الحاجات دي هذه القائد خولك يعني ويد يعني انهم بتنموا هذا السؤال يعني حادر اسم مصطفى معي لست رمضان ببحر الاحمر سلام عليكم اسم رمضان من المؤمنين رجال صدقوا معهد الله عليه من واجب المسئولية يكون الإنسان راجل والراجل يكون مؤمن والمؤمن طبعا مسلم والمسلم لا يأذي أحد بالسانه أو بيده. تمام. فالقائد لازم يكون أخلاقه ومتواضع. تمام. تمام. يكون على خبرة وعلم. عشانك يقود الإنسان اللي بيقوده. ولما الإنسان اللي بيقوده ده. لأس إن الراجل ده تمام مضبوط وبيحترمه. حيحترمه وحينتج أكتر. وشكرا. شكرا. سلام عليكم. كنت رول مكتب. أفريد بس. تطار شويلة. سمعت. آخر إتصال لأستوائل من سؤك. سلام عليكم أستوائل سلام عليكم. عليكم سلام أستوائل سلام أستوائل. حالو. أتفضل لأستوائل سريعا لو سمعت. أستوائل رمضان. آلا بحضرتك. لو سمعت بس أن معنا نسدي بعمل الاحلال وثالقية في صهات قريج كليل الزوك المركز جنان. تمام. جدمنا الورق في الوزارة العوجاف بين الاعتماد المالي للمسديد. فجلنا سنة. ولسه ما فيش حاجة يجات لدل وقت. انا الناشد وزير العوقاف وكل الوزارة انه يوضفون الاعتماد المال للمسجد عشان المسجد مال للسجول استاذ احمد شكر الاتصال مع عليك وان شاء الله اتابع معاك بعد الهواء عشان الوقت بس كنترول لو سمحت وقفلي اتصالات شوية عشان اقدر اكملها هارجع لستوز مصطفى من بريسويب بقول لحالك ما هي سحر القيادة وسمات القيادة انا حاليا دلوقتي بتكلم في سمات القائد بس خلينا نكمل وبعد كده في سحر ده اعلى مستويات القيادة يعني بنرجع من جواه السؤال التاني هو حاليا ان شاء الله اللي هو سمات القائد سمات القائد طيب انا كنت وصلت لدكتور رمضان الحوار اه ادب الحوار الحوار قد يكون حوار بدون طائل من ورائي وقد يكون منتج الافكار انا عوزني منتج الافكار احنا عندنا في القامل يقول التنفيذ مقبرة الاحكام تمام وانا مش عاوز تبقى الابحاث والشرارات مقبرة الافكار يعني ايه استهلك وطلح الطاقات بتاعته وخليه قول اللي عنده طيب وبعدين خلاص هو نفس عن نفسه انت كده قتلت الرغبة في القيادة انت قتلت الحماس بتاع الشباب اللي هو بيفجر كل الطاقات اللي هو بيبني كل ما تتخيله تمام فانا محتاج اذا فتحت له او اتحت له فرصة الحوار مع القياديين انك تحطي الضوء الاخضر لهذا القيادي انه ينفذ من هذه الافكار قدر امكانه عشان هذا المتحاور هذا المقود يستشعر فعلا انه في الطريق الصح لان يكون قائدا انما انا اتحاور وقت الافكاره يبقى انا بعلملي كده باكسله وبقول له احنا بنتحك عليك طيب اكمل بقى في الاهدف اول موضوع كبير اه لسه شفير اه طيب مش هنسا مش هنسا بس سيادتك يقفل عليها للاتصالات خلاص ما انا قلت له خلاص بيش اتخلط وقت حاليا ان شاء الله الاهداف يا دكتور تمام انا اصلح قائد والبيئة معدة تمام لكن انا باستهدف فيه دي مشكلة تمام انا باستهدف اتحك عليك اه ولا ابني البلد الهدف من البحث الهدف من الحوار الهدف هدفي انا كقائد تمام مش من البحث لا هدفي انا كقائد هل انا باستهدف ان انا اضحك على الناس اللي انا امتصر اضربهم ولا ان انا فعلا باستصمر افكارهم وشخصياتهم وقدراتهم وطاقتهم عشان فعلا ابني المشروع ابني المنطقة ابني البلد ابني الشخصية تمام واخد بسياتك ازاي اه فدي مهمة جدا طيب انا لشي هتسمحلي انا متعود في البرنامج بتاعك ان احنا بنقول كلمة ما خرجناش على القانون تمام هو بس عشان الوقت حداك احنا قفنا اتصالاتها فعلا ولكن قفنا الاتصالات مش حايفين قفل الرساية محمد تمام بيقول لحداك القيادة تقوم على الخدمة فيجب على القائد مساعدة وتوجيه الاشخاص من حوله لتحقيق ما يريدون وليس جعلهم يخدمون وده الفرق ان في بداية اللقاء ان الفرق ما بين المدير والقائد المدير يصدر تعليمات واوامر ويسخر من حوله لخدمة هدفه تمام ولكن القائد هو لا يصدر تعليمات وان اصدر تعليمات وانما يتحاور ويناقش لتحقيق مصلحة المجموعة تمام ربسياتك ازاي تمام يعني طيب انا هاخرق شوية من القيادة الادارية الى القيادة السياسية ولا اعني بالقيادة السياسية رئيس الدولة لا انا اعني الاحزاب تمام لان الاحزاب يفترض ان فيها قيادات وفي بيئة وتستهدف وعندها المساحة اللي ممكن تتحاور مع المسؤولين فممكن تتحاقق هذا طيب سعلا طيب او انا ممكن يطلق علي انا كرئيس حزب او نائب رئيس حزب او امين حزب محافظة اي مكان الموقع يا دكتور تمام وانا هدفي بسي ان انا اركب الموجة ومعنديش اي فكر واجوف هو ده اللي قالو اسم محمد تمام بخدم هدف الشخص الله يكرمك واخد بسياتك ازاي انا ارحب بكل التهاني وارحب بكل المساعدات ولكن هذا جزء بسيط للغاية لما نرجح كده لتاريخ الاحزاب وانلاقي ان الاحزاب كان هدفه اساسا انها تناقش وتنتقد انتقاد بالناء وهي حكوم الظل تستحسن وتنتقد انما اذا كنت انا موجود عشان افضل اسقف طول النهار انا لا اصبح ان اكون قائد القائد يا دكتور هو لا يصقف للخطأ وللصواب وانما لان دي برضو ما هيدي بناء الشخصية ليه حاجة ايجابية يشجعها ليه سلبيا القدوم القدم mostر انا ليه اعتبر القائد وانت اساسا فقط EL-قضا فيك تمام واخد بسياتك ازاي مع القائد لابد لا ان يكون مثل وقدوه تمام واخد بسياتك ازاي اه والمثل هيجي منين هيجي من المصدقية والمصدقية هيجي منين من الخبرة والخبرة هيتيجي منين من التغارب والتغارب اللي احنا اتكلمنا فيها وااخد بسياتك ازاي لانا هنا محتاج الهدف وأن لا يكون في دائلة ضيقة تمام وإنما أن يكون هدفي مزدوج بنائك وبناء الوطن الله جميلة بسك إزاي؟ جميل يعني إيه؟ أنا محتاج يكون فيه حد ورفاس دكتور فانت أنا بايلي خمس دقايق أنا أختصر أنا أختصر أنا أختصر أنا أختصر ولكن أنا قضيحت وقت كله معلش مش لا أدى النهارة بناحفظ بناحفظ أنا بسعد بمنعشيك أنا بستفيد منه والله بناحفظ ليس عدنفقه ده شرف ليه يعني الدكتور فانت يشرف أي برنامج يشرف أي قناة شرف ليه لما أعلمنا حالك من إخلاص وحبك البلد نحفظ وجرؤيتك أنك بتتحدث حتى لو قيت نقضي بناء نقضي موضوعي نقضي بأدب واحترام بناحفظ وده معنى القيادة فعلا الله يعزك شوف سيادتك يعني أنا دلوقتي عاوز أستهدف هدفين عشان أختصر الموضوع تمام هدف أن أنا أجيب صف تاني ورايا تزبوط وهدف أن أنا أفرش البيئة قدامك هو ده الهدف بناء الشخصية وبناء الوطن طيب طول ما أنا حاسس أن الدكتور رمضان خصم لي ولو جهي يبقى أنا ضحت أنا مش قائد لكن أنا عاوز الدكتور رمضان والدكتور فلان وسين والمعلم فلان وكده والكلام ده كل دي الأجيال اللي جاية عشان نبني وحتى لو أنا قائد وتقدم أحد أشجعه الله يكلم وده كان عمر بن الخطاب رضي الله عن عملها لما الحاجة بقى الأهمة عشان أختتم عشان أختتم هي بناء الوطن بناء الوطن هذا الأسماء آه بناء دايم يمكن حضرتني مقولة جميلة جدا لا توجد دولة فقيرة وإنما توجد إدارة عاجزة عن الإدارة تمام وقد ستكلم زي كل البلاد فيها عناصر وموارد تمام ولكن إزا يدير نمي وحقق استقرار وحقق نماء وحقق وحقق هي دي الإدارة الحقيقة هي دي القيادة وقد ستكلم أي أكتر من واحد شكرا عبد المانسة بس شكرا مشاهدوا الأسماء كتيرة للدكتور فرس عمران بنحفظ ويحتمنى تجديد اللقاء بنحفظ أي مدير أي مدير غير قادر على التنمية لا يصلح أن يكون القائد تمام وقد ستكلم فأنا محتاج هنا إن إحنا نتحول من مدراء إلى قادة وكل قادة هيبقى مدير ناجح تمام واخد بس ستك أجي بقى عند سحر القيادة ده سؤال بقى مستقر سحر القيادة في شخصيك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليه علم رسالة تواضع والأهم من كده الحلم والأناه عليه الصلاة والسلام واخد بس ستك آه كان دايماً بأهل الصحابة إن هما يقودوا وهو نبي موحى له عليه الصلاة والسلام يعني لا ينطق عن الهوى صلى الله ما كانش محتاج الصشارة ولكن هو بيعلمنا فن القيادة ما هو أنا أنا أستجهل أمامك عشان تطلع بعلمك إنما طول ما أنا محسسك إن أنا عالم أنت حتنقم علي ومجلماً لا يخطأ فسحر القيادة تتمثل في صفات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أولها أن يستجهل يعني هو عالم ولكنه يستجهل وما أتيتم من العلم الله يكرمك وبالتالي يعطي الفرصة للأخرين لأنه يبرز ما لديهم من أفكار وطاقات تمام أثنين أن يكون هدفه ليس نفسه وإنما هدفه من حوله تمام رقم ثلاثة ودي الأهم فعلاً أن ينئي بنفسه حتى يتقدم من خلفه يعني رفض الزيت آه مغرب الزيت والإطار الله يكرمك خير ختام ما قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد وهو المعلم متواضع الكريم طبعاً تلك هي كلها الصفات القائد مشاهدي الكرام كل التحية والتقدير للدكتور فارس عمران ولا أزكي على الله سبحانه وتعالى هذا زرج عنده من العلم ومن الإخلاص ومن حب الوطن ما فقده الكثير في هذا الزمان الشكر حقاً دكتور فارس عمران بن أعفز مشاهدي الكرام أتقدم شكر خاصة للأسوة محمد الشافعي القائم على في أمانة الإعلام بحزب فرسان مصر بالفيوم شاب جميل مجهود رائع مجموعة زوالي احتاجات الخاصة الحق سيد سرور قائد بجد شفت مبارح ملحمة حزب فرسان مصر افتقدتها في أماكن كثيرة لم يكن بين وبين الدكتور فارس عمران تنسيق أو ذكر حتى الأحزاب السياسية لكن هو بيحكي عن الأحزاب السياسية والحرية وكده لا أنا لقيت في حزب فرسان مصر عامة وفي الفيوم خاصة تدار بإدارة أي حد بيطرح فكرة يمكن دكتور فارس بيتكلم وأنا ورحت للفكر شرق أيمن طلبة ومتشار وليد رمضان دكتور عبد الكريم نحن عاديين نتحور في حاجات معينة كده وفعلا تم تقديم بعض الأراء من بعض الأشخاص على الأشخاص الآخرين دون الترتيب الوظيفة أو السلم الوظيفة دكتور فارس ما قاله اليوم تحقق أمس في حزب فرسان مصر بل تحقق أكثر مع كل أحزاب محافظة الفيوم تحية الحزب الوفد الحرية المصري المصريين الأحرار حزب التجمع حتى اعتصارهم كان أدب حزب الديمقراطي كل الأحزاب دي شاركت بمحبة من عندها حزب الحرية المصري لما لقي مثلا رئيس حزبه يقول لي احنا معاكم في التنظيم هو ده التعاون هو ده التكاتف مش كل واحد منه عايز وقع التاني لا أنا بشكر كل أحزاب مصر بشكر الأمن في الفيوم خاصة أنه أتح فرسان أعتقد على مسافة واحدة دعوة تبينه وبين كل الأحزاب ولم يحسب عليه حزب بعينه أشكر كل الضيوف والشخصيات العامة والنواب لما يجوا احتفالية زي كده أبناء المكرمين لما يسيبوا شغلهم ومقطعهم أسفاد عشان تكريم الوالد شيء جميل جدا جدا لما يكون ملحمة في عيد الشرطة المصرية ونتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الدكتور فارس ختم بالنبي صلى الله عليه وسلم أختم به النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله كل التحية والتقدير لأبناء الشرطة المصرية في عيدهم تلك هم القادة الذين نتعلم منهم كيف تدار الأمور مشاهدي الكرام إلى أن ألتقي بحضراتكم من أسبوع القادم أستودعكم الله الذي لا تضيح ودايعه والسلام عليكم رحمة الله وبركاته